اهلا بكم من جديد سنت مملكة البحرين تشريعا يعتمد تداول المستندات الالكترونية بالتوافق مع القانون النموذجي الصادر عن نجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي المعروف اختصارا باسم الانسترال وتستهدف هذه الخطوة تعزيز البنية التشريعية في المملكة وزيادة جاذبية الاقتصاد البحريني للاستثمارات الاجنبية كما تأتي في اطار سلسلة من الاصلاحات التشريعية الشاملة والرامية الى دعم الاقتصاد الرقمي في اسواق الخليج البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار امريكي ومن جهته قال خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ان البحرين توصل الريادة في مجال تعزيز البيئة التشريعية للاقتصاد الرقمي وهذا الانجاز الاخير الذي حققته المملكة بصفتها اول بلد في العالم يعتمد قانون تداول المستندات الالكترونية يمنحنا ميزة كبيرة في منطقة الخليج وتعتبر القوانين الجديدة خطوة رئيسية في تحقيق الرؤية الاقتصادية 20-30 للبحرين عقدت بورصة البحرين اجتماعها النصف سنوي للوسطاء الاعضاء وصناع السوق في بورصة البحرين وذلك في مقر البورصة بمرفأ البحرين المالي وبدأ الاجتماع بعرض موجز قدمه عبدالله جناحي مدير ادارة عمليات التداول ببورصة البحرين لتزويد الوسطاء بالمستجدات والتطورات الرئيسية التي ستتم خلال عام 2019 بما في ذلك تطبيق الرسوم الجديدة وتأجير مكاتب الوسطاء في بورصة البحرين وصرح جناحي ان الاجتماع يهدف الى مناقشة وتبادل الخبرات حول اخر المستجدات والتطورات في بورصة البحرين بهدف تطوير السوق بشكل عام وتعزيز فعالية السوق بشكل خاص حيث يأتي هذا الاجتماع في اطار حرص البورصة الدأوب على تقوية قنوات التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبالاخص الوسطاء الاعضاء والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ كالمعتاد مع بورصة البحرين حيث انخفض مؤشر البحرين العام في اغلاق اليوم بنسبة 0.27% مقفلا عند مستوى 1340 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.740.000 سهم بقيمة اجمالية تجاوزت 706.000 دينار تم تنفيذها من خلال 84 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على اسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة اسهمه المتداولة منسبته 70.65% من القيمة الاجمالية للأوراق المالية المتداولة اما بالنسبة لاغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي اغلقت عند مستوى 8347 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.93% لتكون الرابح الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم اما بالنسبة لسوق ابو ظبي للأوراق المالية فقد اغلق عند مستوى 4983 نقطة بالخفاض طفيف بلغت نسبة 0.32% وبالنسبة لسوق دبي المالي فقد اغلق عند مستوى 2490 نقطة كما هو موضح على الشاشة بالخفاض بلغت تسبته 1.45% ليكون الخاسر الاكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم بلغ اجمالي استثمارات شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة طاقة بنهاية العام الماضي 2018 30 مليار دولار في 11 دولة تستحوذ الامارات على 55% منها وفق ما نقلت وكالة الانباء الاماراتية عن الرئيس التنفيذي للشركة سعيد الظاهري وقال الظاهري ان القدرة الاجمالية لانتاج الشركة من المياه وصل الى نحو 917 مليون جالون يوميا وضاف الظاهري على هامش اعمال قمة ابو ظبي لطاقة المستقبل ان طاقة تدرس حاليا تطوير مشروع لتوليد الكهرباء من مزارع الرياح في المغرب بطاقة انتاجية ما بين 100 الى 200 ميجاوات وافاد بان الشركة استطاعت التأقلب مع انخفاض اسعار النفط وتقليص النفقات بقيمة 750 مليون دولار سنويا اكد المهندس احمد الابراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي ان الخطة المستقبلية للهيئة تركز على توفير مزيد من الخيارات فيما يتعلق بمصادر الطاقة وتحقيق الوفرة التي تغطي تلك الاحتياجات وتضمن كذلك الحصول على طاقة مستمرة في جميع الظروف وبانسب الاسعار واضاف الابراهيم خلال مشاركته في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل ان الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجيتها والقيام بدورها الريادي لتأمين مصادر طاقة حيوية ولضمان امن الطاقة لجميع دول المجلس الذي يعتبر احد اهم وابرز القضايا الحيوية على مستوى الدولي واوضح ان شبكة الربط الكهربائي الخليجي لديها اكثر من 220 مليون دولار وفورات اقتصادية لدول مجلس التعاون لترتفع قيمة الوفر للمشروع الى 2.5 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى نهاية 2018 النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اندمجوا شركتان لتأسيس اكبر شركة منتجة للذهب في العالم من حيث الانتاج تسعى مصر لجذب البزيدي من الاستثمارات في مشروعات اعادة تدوير المخلفات خلال الفترة المقبلة ولم تعود الاطنان من المخلفات تمثل احدى مشكلات المجتمع المصري بل اصبحت ذات قيمة اقتصادية مضافة من خلال عملية اعادة تدوير شاملة لاعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها الى العديد من دول العالم وتشير التقديرات الى ان حجم المخلفات في مصر يصل الى نحو 20 مليون طن سنويا وان ما يتم تدويره منها لا يتجاوز 15% وتسعى مصر للتوسع في انتاج الطاقة المولدة من المخلفات الزراعية والقمامة حيث تستهدف انشاء عشرة مصانع لتوليد الكهرباء من القمامة بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات دولار حفا مسؤولون تنفيذيون بقطاع السيارات اجتمعوا في ديترويد ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب والكونغرس على حل النزاعات التجارية وانهاء اغلاق الحكومة قائلين ان الضبابية السياسية تضع تكلفة على عاتق القطع ويتفاوض مسؤولون تجاريون امريكيون على اتفاق جديد مع الصين املا في تجنب رسوم تجارية جديدة في حين ما زال اتفاق تجاري اقليمي جديد مع كندا والمكسيك بحاجة الى موافقة الكونغرس وتكابلت الشركات التي تنتج السيارات في الولايات المتحدة في ظل ارتفاع اسعار الصلب والالمنيوم الامريكية جراء الرسوم التي فرضتها ادارة ترامب تعتزم الحكومة الصينية تخفيض الضرائب على نطاق واسع والشركات الصغيرة وقطاع التصنيع بشكل خاص وذلك في خطوة لدعم اقتصادها المتباطر ويقدر محللون لدى جيبي مورغان ان يبلغ حجم التخفيضات نحو 300 مليار دولار او 1.2% من الناتج المحلي الاجمالي وتعهدت الصين باتخاذ المزيد من اجراءات التحفيز هذا العام وفقا لاتفاقيات مؤتمر العمل الاقتصادي الذي انعقد الشهر الماضي وعلى الرغم من ذلك من المتوقع ان تظهر البيانات المقرر صدورها الاسبوع المقبل تسجيل ابطأ نمو للاقتصاد الصيني في نحو ثلاثة عقود اعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو زيادة الحد الادنى للاجور في البلاد في احدث خطوة لمواجهة التضخم الجامح ووسط معاناة الاقتصاد وقال مادورو في بث اذاعي انه ستتم زيادة الحد الادنى للاجور بنحو 300% ليصل الى 18 الف بولفار شهريا واكد ان قرار زيادة الحد الادنى للاجور سوف يصبح سار المفعول بداية من الاسبوع الجاري وتعني الزيادة الجديدة ان الحد الادنى لاجور العاملين في فنزويلا ستصبح ما يوازي 6.70 دولار شهريا في السوق السوداء والان نترككم مع ابرز مؤشرات الاسواق العالمية واسعار النفط والمعادن الرئيسية واسعار النفط والمعادن الرئيسية شركة نيومونت للتعدين شراء منافستها الاصغر جولد كورب في صفقة تقدر قيمتها ب10 مليارات دولار لتأسيس اكبر شركة منتجة للذهب في العالم من حيث الانتاج وتعرض قطاع التعدين لانتقادات من جانب المستثمرين في الاشهر الاخيرة بسبب ضعف ادارة رأس المال في القطاع ودفع هذا اضافة الى انخفاض احتياطيات الذهب وارتفاع تكاليف الاستخراج شركات التعدين الى السعي لترشيد التكاليف وقال ديفيد جارفالو الرئيس التنفيذي لجولد كورب في بيان ان المنطق الاستراتيجي لدمج جولد كورب مع نيومونت مقنع بقوة على مستويات عدة